السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد حياكم الله وإخواني وإخوات في برنامج آية وفائدة من الأمور والله الجميلة العظيمة أن الإنسان يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تمله قلوب المؤمنين يعني شوفوا إحنا كم مرة نقرأ سورة الفاتحة كم مرة نكرر هذه السورة والله ما نمل منها ونستمتع بقراءتها نستمتع لما يعني الإمام يقرأ هذه السورة في الصلاة بصوت حسن جميل هذا يدل على قضية إعجاز أن أي كتاب ثاني لو أنت تقرأي مرتين ثلاث أربع لا بد أن نكتمل منه لكن هذا القرآن الحظيم كلام الله سبحانه وتعالى لا تمل من غرابل تزداد حبا له في تكرار قراءته في هذه السورة العظيمة أقصد سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الكفار ذكر المسلمين وذكر المؤمنين وهذا من معاني كلمة مثاني أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن مثاني من معاني المثاني أن إذا ذكر الله الكفار ذكر المؤمنين أو إذا ذكر المؤمنين يذكر بعدهم الكفار ذكر الجنة يذكر بعدها النار وهكذا طبعا هذا مفهوم مهم جدا أخواني وأخواتي وقضية الثواب والعقاب وهذا الأمر يعني سبحان الله تحتاجه لنفس البشرية يعني أن الإنسان دائما يعيش مع الثواب خطأ أو دائما مع العقاب والذم والتثريب والعيب لا لازم يكون فيه توازن دائما وكذلك نأخذها على قلب المؤمن قضية الخوف والرجاء أنا أخاف من الله سبحانه وتعالى أنه يعدبني وأنه يعاقبني على تقسيري لكن في نفس الوقت أنا أرجو وأطمع أن رب العالمين يغفر لي شنون لأنه لما تقرأ مثلا أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب أنا أخاف والله أنا عندي تقسير أنا عندي ذنوب يا رب سامحني يا رب اغفر لي فاشني تطمئن النفس لما أستحضر في نفسي من الله غفور رحيم عفو كريم منان سبحانه وتعالى في كل إنسان بين شنون الخوف والرجاء يعني كما يقول العلماء أن الطائر لابد أن يطير بجناحين جناح واحد ما يقدر يطير فيه فشنهما يعني المقصود بالجناحين اللي هو الخوف والرجاء جناحاء المؤمن الخوف والرجاء فأنت تعيش بين الخوف والرجاء صح أنه فيه مواقف يعني يقول العلماء تحتاج أنك تغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى شلون لما أنت تكون في صحتك يكون عندك أهلك يكون عندك عشيرتك ويكون عندك منصبك وفلوس طيب يقول لك تغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى ليش؟ حتى تتواضع لله سبحانه وتعالى وإذا كنت في حالة انكسار وفي حالة ضعف ومرض وفقر وذلة فهي تغلب جانب ماذا؟ الرجاء والطمع يعني في رحمة الله سبحانه وتعالى هكذا وكذلك أم آخر لما الإنسان يحس أنه اقترب من الموت طبعا ما فينا أحد يعلم متى يموت بالضبط لكن يمكن يكون الإنسان في حالة يعني مرض الموت على الفراش فقالوا يغلب جانب الرجاء لأن الإنسان إذا مات وهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة فالله سبحانه وتعالى يكون عند حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى شوفوا شلون أخواني أخواتي ربنا كريم والله أنت تظن به فيعطيك فيقول الله سبحانه وتعالى فليظن بعبدي ما يشاء يعني أنا أظن أن الله سبحانه وتعالى لا راح يكون وياي ورح ينصرني ورح يوفقني ورح ينجحني ورح يطعمني ويسقيني ويعطيني فرب العالمي راح يكون عند ظنك به طبعا هذا لابد أن يكون مع العمل ما يكون مع التواكل فهذا هو دين الله سبحانه وتعالى هو التوكل لأتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع بدل الأسباب أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير والذين آمنوا وعملوا الصالحات قضية مهمة جدا أخواني أخواتي هي قضية العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح شنو العمل الصالح ما كان خالصا صوابا شنو يعني معنات ما كان خالصا صوابا يعني صلاتك وصدقتك وصيامك والبر والصلة والإحسان وغير من العبادات لا بد أن تكون خالصة لوجهه الكريم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر أنا كل المساعدات هذه قدمها ونصح لقدم الآخرين أنا ترى ما بي أن الناس ترد عليك كلمة طيبة إذا حصل هذا الحمد لله ذلك عاجل بشرى المؤمن لكن أن يكون هدفي المردود المادي من الناس أو المردود المعنى من الناس هذا ليس بعمل صالح لكن أعيد وأكرر مو معنات إذا حصل الشيء هذا معنات عملي باطل يعني شنو يعني أنا أديت العمل لوجه الله تصدقت على فقير ساعة إنسان يحتاج شفاعة طيب بعد ذلك هو شكرني أو هذا الإنسان مثلا أهداني وذكرني بخير هل يعتبر عملي باطلا لا العمل عند أدائه كنت خالصا لوجه الكريم لوجه الله طيب فالأجر ثابت طيب بعدين الناس مدحوني وذكروني بخير وأهدوني طيب من الأمور التي تحبط العمل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركة عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه طبعا هذه قضية مهمة جدا قضية خطيرة قضية الإخلاص في العمل هذه مهمة جدا وقضية الخطيرة القضية المرأة أو الإنسان يسمع يعني ليش ليش أنا قام أصلي بالشكل هذا ليش أنا أروح أقرأ للناس عشان بهم يمدحوني عشان بهم يذكروني بالخير عشان بيحطوني مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي وأعوذ بالله فهذا العمل يكون مردود ويكون شركا من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم والأمر الآخر أن يكون صوابا شين معناه صوابا يعني يكون كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصدقة والصيام والحج وغيره من العبادات حتى في الآداب كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يلبس وكيف كان يعني ينام عليه الصلاة والسلام كل هالأمور هذه لا بد أنك تتبع فيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليش؟ حتى يكون أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيما ويكون مقبولا هذا العمل إذن لابد من قبول لتحقيق قبول العمل أن تحقق هذين الشرطين اللي هم الإخلاص والمتابعة أن يكون خالصا صوابا فهذا المقصود والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم أهل الجنة اللي قاعدين فيها ما يطلعون أخواني أخواتي الذي يدخل الجنة والله لا يخرج من الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة هذا المكان العظيم الجميل الذي لا يمل ما فيه والله لا فيه شمسا ولا لغوا ولا أذية ولا شيء من الأمور هذه المرها في الحياة الدنيا من الابتلاءات فقط فيها النعيم طبعا أعظم نعيم فيها هو رؤية الله سبحانه وتعالى هذه كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الجنة هم أهل الجنة يدخلونها ولا يخرجون منها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته